السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد ورفو مرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى يعني أيها السابقون مرحبا بكم في دروس السابقون وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى ونهار دا الحلقة رقم 21 والآن مع مالا بتجري وأيام رمضان فعلا بتجري في سرعة عهيبة جدا وربنا يغنمنا وإياكم ليلة القدر ويجعلنا منعتقاء شهر رمضان من النار ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى اللهم أمين كل لحظة في حياتنا هنندم عليها لأن الأيام عملة بتجري وكل دا هيكون حجة علينا يوم القيامة يوم ملوقة فكل كلمة سمعناها أكيد حضرتك سمعت قديكة علوه وهمت آسية امرأة فرعون اللي ضحك بحياتها عشان تفوز بجنة الرحمن سبحانه تعالى علوه وهمت سمية أم عمار اللي صبرت وتحملت العذاب لحد آخر لحظة في حياتها كل دا هنتسئل عنه علوه وهمت أم عائشة اللي طلبت العلم وماشاء الله وقعدت تدعو إلى الله 47 سنة علوه وهمت زينب بنتجحش اللي كانت كمة في العبادة كمة في البذد والعطاء والإثار والإنفاق شيء فوق الخيال يعني كل دا هنتسئل عنه يوم الأيامة فأسأل الله عز وجل أن يكون بلد قدوة لنساء المسلمين في زمن غابت فيه القدوة ولا حول ولا قوة تايلة بالله تعالوا إن شاء الله نارضة نتعايش مع مثل جديد وجميل برضو من أمثلة في علوه وهمت النساء أسأل الله عز وجل لنبارك في جميع نساء المسلمين أسماء أسماء ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر ساعة هجرة النبع السام من مكة إلى المدينة كانت حامل في الشهر السابع تعالوا في شهر دا بالذات بتبقى فيه خطورة جدا في الحمل ممكن تولد في السابع ممكن تولد في التاسع فبيبقى فيه خطورة مشكلة في الوقت دا بالذات ورغم ذلك كانت تذهب مسافات طويلة جدا في نحر الظهيرة عشان توصل الأكل والشرب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبيها أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه كانت معارضة أنها تسأت حملها كانت معارضة أنها ممكن تبقى تحضلوا لك تحضلوا لك تحضلوا لك ربنا يبر فيك عايزة تنصر النبي بتحجب النبي صلى الله عليه وسلم انصري بالحجاب طب هي الحجاب ده نصرة طبعا النصرة المولى عز وجل يقول يا أيها الذين أمانوا كون أنصار الله كما قال عيسى بن مريم لي الحواريين أمان أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فين النصرة سيدنا عيسى لم يقاتل ولم يلتقي بأي جيش أبدا فآمنت طائفة من بني إسرائيل هي ده النصرة نصرة إيمانية فالحجاب الحجاب واجب وفرض على كل أخت مسلمة ربنا يبر فيك مجرد نبسك الحجاب دي نصرة دي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة لدين الله جل وعلا مجرد أن أنت تحجب فتنتك عن مسلم عايز يصوم عايز يعبد ربنا عايز يصلي تحجب فتنتك عنه أنت كده بتعنيه على طاعة ربنا تاخد أجر كل مسلم كنت يعون الله على طاعة الله سبحانه وتعالى بعكس بقى واحدة لو مشى متبرجا كل شاب يتفتن بسبب البنت دي بيكون في ميزان سيئاتها ربنا يعافيك يا رب العالمين وإحنا نتحمل إحنا نكون كل دولة في ميزان سيئاتنا ليه ويعني الدنيا مش مستهلة يعني ربنا غير فيك وفي الجنة بقى تتمتع في دار الخلد والنعيم التي فيها مال عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر ربنا يمتعنا وإياكم بنعمة الإيمان ولذة الطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف مثال تاني عشان نشوف قد نساء المسلمين كانوا في كمة علو الهمة وماشاء الله يعني فوق الخيال أم عمارة أم عمارة ستة كبيرة يعني بلغت من العمر ستين سنة ورغم أنها بلغت العمر ده كله خارجة هي وابنها وزوجها يجاهدوا مع نبع السلام في غزة أحد خيال حضرتك أم عمارة بعدما حصل الهرج والمرج اللي حصل في غزة أحد نبع السلام أمر الرماء خليكوا خمسين واحد من الرماء قال لهم خليكوا على الجبل ولا تنزلوا من على الجبل ولو رأيتمونا تخطفنا الطير المهم بعدما هم خليل إليهم بعدما النصر حصل في بداية الأمر ونبع السلام بدأ يجمع الغناء هو بعض الصحابة فخليل إليهم من الغزب أنتها خلاص ترجمة نانسي قنقر 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 وإن كنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا فلابد أن تدع إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم دا كان مثل عظيم جدا لأم عمارة التي ضحب بنفسها فداء للرسول الله صلى الله عليه وسلم تعالي نشوف مثل تاني جميل جدا برضو والحقيقة يعني الحكمة العربية اللي بتقول إن من أخصب تخير يعني من وجد الأرض الخصبة تخير المرعى الذي يختاره لكني أجد المثل يختلف علي الآن كأن أسمع المثل يقول إن من أخصب تخير أنا محتار دلوقتي من كتر الأمثلة الجميلة اللي قدامي على النساء المؤمنين أنا مش عادة أختار مين ولا مين واذكر مين واسيب مين لكن احنا نذكر مجرد أمثلة بسيطة جدا عشان نوضح لأختنا الفاضلة أدقي الأمثلة عظيمة جدا في حياة المرأة المسلمة وارجع بقى لكتب الصحابيات وشوف أدقي الصحابيات ضحوا بزلوا وعملوا وقدموا أشياء يعني يعجز الرجال في هذا الزمان أن يقدموا ما قدمه النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تعال شوف واحد اسمها أم شريك أم شريك كان لها قصة جميلة جدا هي أسلامة بدري مع بداية الأسلام في مكة وبدأت تتسلل وتخش كل بيت من بيوت مكة تدعو النساء إلى الإسلام تخش البيت كانها عادي خالص مشركة ودخل المشركة زيها عادي وتخش وتفصح بقى عن إسلامها وتبتدي تكلمها عن ربنا وعن النبي على السلام وعن الدعوة وعن الإسلام إلى أن أسلم على يديها عدد كبير من نساء مكة مين اللي عرف؟ أزواجهم يعني شيء طبيعي هي المرأة أسلمت فبتصلي وتعرف ربنا فزوجها عرف مين اللي خليك أسلمت أم شريك راحوا جايبين أم أم شريك كانت من قبيلة قوية عشان كده محدش إدري إتلها لكن هم اكتفوا بيتعذبها وأنهم أخدوها عشان يوصلوها للقبيلة بتاعتها فقالوا لها طرم عملت كده طيب حملوها على الجمل بدون رحل فعرف الجمل أصلا سنام الجمل عمل إزاي؟ فتخيل إن محدش في الدنيا تحمل يقعد على الجمل من غير الرحل بتاعه اللي بيتحط على السنم لا أعادوها على السنم نفسه ده كان عذاب شديد جدا يعني وراحوا أخدنا وجوعوها وعطشوها ثلاثة أيام اختنا الفاضلة اللي مش قادرة تصبر على ركتين قيام ليل اختنا الفاضلة اللي مش قادرة تصبر على الحجاب عشان الدنيا حر اختنا الفاضلة اللي مش قادرة لحد النهاردة تتواضع وتنزل تبوس إيد أمها وابوها شوفت ديه؟ فهي تحملت وقعدت على السنم الجمل ثلاثة أيام من غير الأكل ولا شرب حتى وصل بها الجاهد ومبلغا بطول وإحنا ماشيين في الطريق كانوا أحيانا يستلاحوا ويعودوا على جنبه ويسيبوني أن أقعد على الجمل وما أقدرش اللي ينزل ولا روح أي مكان ولا أكل ولا شرب بطول فجأة حسيت أن أنا يعني بحتضر بموت فجأة بتقول فجأت أني وأنا في إغفاء كده حسيت أن في حاجة بتنزل جنبيا حاجة نزل من فوق قالت فنظرته فإيه ذا هو دلون عزكم الله جاردل يعني مليء بالماء قالت فأخذته فشربت وقمت سيباء ورحت شربة تاني ورحت شربة تالت ورحت دلق الباقي كله على جسمه في اللحظة دي كان المشيكين خلاص بقى يعني قعدوا استراحوا وخلاص هيقوموا عشان يمشوا فجوم يمشوا فبصوا لقوها شربة ومغرق جسمها مياه قالوا من أين أتيت بالماء أكيد نزلت من على الجمل وخدت الأوعية بتاعتنا وفكتيها وشربت موية ورجعتها تاني يتلوم أبدا والله إلا ما سقاني الله عز وجل قالوا لإن كنت صادقة فأنت على الدين الحق وبالفعل رجعوا للأسكار بتاعتهم لقوها مربوطة زي ما هي ومليانة زي ما هي فعلموا أن الله أن الذي سقاها هو مالك الملك ومالك الملك جل وعلا فأسلموا جميعا وردوها مرة أخرى وتركوها تدعو إلى الله عز وجل بالله عليك بدلت إيه قدمت إيه لتدعو إلى الله سبحانه وتعالى فكرت مرة كده أن أنت تدعى زملتك في الجامعة ولا زملتك في المدرسة ولا جرتك ولا قربتك ولا أمك حبابتك ولا أختك فكرت تدعى حد إلى الله سبحانه وتعالى بدلت أي جهد من أجل الدعوة عملت أي حاجة قدمتها بحيث يوم القيامة تيجي تلاقي ديه في ميزان حسناتك إحنا زي ما بقول يا جماعة اللي عايز يخش على لمضان وعايز يصوم تحب تصوم لمضان كم مرة يعني والله أحب يصومه يعني هصومه كم مرة وهي مرة لا لا ممكن تصوم نفس رمضان اللي انت فيه ده 30 مرة وتقوم التروح فيه 30 مرة طب إزاي يعني بحاجة بسيطة خالص بالتأمين على العبادة التأمين على العبادة انت ربنا يكلمك قبل رمضان بأسبوع ولا بحاجة تبتدي تشتغل كده على أخت فاضلة تكون لسه مش ملتزمة وتكون سبب الالتزامها لو التزمت وبتدت تصلي وتصوم ولبست حجاب كل ده في ميزان حسناتك لو هي صامت رمضان يتحس برمضان في ميزانها وفي ميزانك لو صلت الترويح وصلاة الخمس يتكتب في ميزانها وفي ميزانك طيب عايزة تزودي ايه ده واحدة تانية يبقى بقى اتنين طب عايزة تزودي ايه ده تلتة وربعة وعشة وخمستاشر وعشرين لو دعيتي تلتين واحدة بلاش تلتين تسعة وعشرين واحدة وانت كمان بتصومي يتحسب لك رمضان كأنك صمتي تلتين مرة وقمت رمضان تلتين مرة وعبدت ربنا في رمضان تلتين مرة وزي وتقول لما انت عايزة زودي في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى ومشاركة كان بتعمل كده ومشاركة عمالة تدخل على كل بيت ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واقعا لما يحصل كده التاني هيقوم من اوله بالبوكس يعني اخبالك فالمؤمن فعمل ايه فالاخ رح حاطت ايده على مكان البسقة يعني عفوا يعني وقال الحمد لله انك تريته من اجلك اللهم لك الحمد يا رب انها من اجلك والله يا اخي لو عايز تعملها لو عايز تعملها على الخد التاني انا تحت امرك فاستهرم قال له في ايه قال له لا فيش حاجة والله ده انا بس يعني جيت اخد السبب ومشي ونزل فنزل لصاحبه وانا عملت ايه قال له الحمد لله ربنا يكرمني ختم النسر واطلع اخد لك انت كمان يعني فاطلع فوق مارده راح مكلم الراجل سلام عليكم عليكم السلام في ايه عايز ايه قال له يعني بادعوك لجنة الدنيا ادعوك لجنة الدنيا دي قال له بيت ربنا فقال له طب انا صاحبك من عد علامة شوية وانا زعلت وممكن تندهنه قال له حاطر فانا دهنه قال له ما زعلتش قال له والله ابدا اللي انت عايزه بنيات شلاليت انا تحت امرك انا جاهزين 24 ساعة بس المؤمن يدعوك الى الله وقاعدوا مع وعدوا ودردش وشربوا شاي وقاعدوا كده قال له نخاف عليك وبحبك والله وما تمناش ان انت يعني تعذب يعني ربع لحظة مش ديئة ولا سنة ولا بيت سنة فنفسي تخش مع مع بعض الجنة فقال له تطعان وتوضى ونزل وصلاة معه في المزجل يقسم الان ان الرجل ده هو اللي دلوقتي بيصحي صلاة الفجر بالدعوة الجميلة والقسوب الحاني والرحيم يعني عايزين ندعو بنفس الطريقة التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاهد في الموضوع اشتغل على اختك كده وابتدي يدعيها وربنا يجعلها في مزال حسناتك ان شاء الله واعملي زي ام الشرائك تعالوا نشوف مثل تاني جميل جدا يعني من الامثلة اللي بحب اتكلم عنها كتير جدا جدا ام سلامي ام سلامي دي مين ام سلامي دي تبقى ام انس ابن مارك وانس ابن مارك ده مين ده خادم النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي حصله ورح يخدم النبي ازاي هقولك اللي حصل اختنا الفاضلة ربنا يبقى فيك ان النبي لما دخل مكة لما دخل المدينة ما من احد من الانصار الا وقتحف النبي صلى الله عليه وسلم بهدية بسيطة كده فحبت ام سلامي تقدم هدية وكانت فقيرة كان جوزها ميت وكان ما عندها شغل انس ده ويعني اخ صغير كده فالمم راح تراحها بانس انس كان عنده ساعتها حوالي عشر سنين فدخل ابن ميه على النبي صلى الله عليه وسلم اكتله يا رسول الله ما من احد من الانصار الا وقد اتحفك بهدية فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم تلت دعوات قال اللهم كثر ماله اللهم قطي العمره وكثر ماله وولده يبقى دعاله بطول العمر وكثرت المال وكثرت الولد فقال انس ابن لك دعوا عن انس ابن لك ما شاء الله عاش اكتر من مئة سنة عاش عمره طويل جدا بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لحد دم ما ادرك زمن الحجاج ابن يوسف خبانك بقى شوف انس عاش قديه خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين حد ما بقى عنده عشرين سنة رضي الله عنه وارضاه ففدل عاش عمره طويل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول وان مالي لكثير عنده اموال كثيرة جدا جدا لا تعد ولا تحصل بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبالنسبة للاولاد بقى قال وان ابنتي قد اخبرتني اني قد دفنت لصلبي اكثر من مئة ولد حتى مقدم الحجاج خبانك بقى بتقول ان يا ابي حد النهاردة مات لك اكتر من مئة ولد واتدفنوا وانت عايش لسه عايش طبعا لك انتش فيه اقل حسنين ولا محمدين ولا ربط الحزاب ولا انظر حولك ولا الكلام ده خالص يعني فدفن من صلبه اكتر من مئة ولد ده غير العايشين فالعايشين ادي طبعا كلمة ولد دي تشمل الولد والحفيد يعني الولد والحفيد يعتبر ولد دي قالت له لقد دفنت ايه صلبك يا ابي اكتر من مئة ولد كل ده بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الشهاد في الموضوع ان ام سليم رضي الله عنه وارضها بعدما مات ابو انس اللي هو مالك بعدما مات تقدم لها ابو طلحة الانصاري ابو طلحة الانصاري كان لسه مشرك مكانش اسلم وكان من اكثر الانصاري مالا كان غني جدا جدا والحديث الولان سائي بسند صحيح اه فتقدم لأم سليم اقدم لها ومسلا يعني ادي مثال ولم يذكر الرقم في الحديث لكنها بدك مثال يعني فمسلا اعرض عليها مثلا عشرين الف دينار مهر مثلا فقالت يا ابو طلحة انك امرؤ كافر وانا امرأة مسلمة فان اسلمت فذاك مهري ولا اريد شيئا سواه انا شا عايزة منك لا فلوس ولا عايزة يا حاجة انت بس تسلم واعتبر ان اسلامك دوت هو المهر بتاعي الله اكبر فين النساء اللي تقولي الكلام الجميل ده ده يعني ده في عهد النبي عليه السلام كان وحدة وحدة من النساء كان مهرها الكرآن والحديث رواه البخاري عن سهل ابن سعد الساعدي ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فوهبت نفسها للنبي وزواج الوهب ده كان خاص بالنبي عليه السلام امرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون الامنين يعني الامر ده كان خاص بالنبي عليه السلام ان مرة اخت فاضلة تصل بيها في تليفون فبطولي كان معي البوي فرند بتاعي والحمد لله لتزامنا احنا اتنين وعايز تجوزنا فاجي لبابي وكده فبابي رفض ان هو لسه مش جاهز والكلام ده كله فقلنا طب نعمل ايه طب ما احنا سمعنا انه ممكن اقولك وهبتلك نفسي قابلت والله شاهدنا على ما اقول وكلام ده كله تمام وخلاص الموضوع خيرس يعني تمام فرحت وهبت له نفسها وجوزته قلت له ده مش جواز ده جواز الوهب ده كان خاص بالنبي عليه السلام ما ينفعش اي واحدة في الدنيا تيجي تقول له واحد انا وهبتلك نفسي لان ده كان كلام خاص بالنبي صلى الله عليه السلام فالمهم فالمرأة وهبت نفسها قالت اني وهبت نفسي لك يا رسول الله صلى الله عليه السلام فالمهم يعني النبي عليه السلام نظر اليها ثم سكت فكون سكوت النبع السلام معنى ايه بحياء ومش موافق فقام رجل صحابيهم فقير جدا جدا قال يا رسول الله زوجنيها إلا متكن لك بيا حاجة كنتش عايزة تجوزها نمش لا يعني ممكن نخلص الموضوع احنا وقفين دلوقتي فنبع السلام حاب يقبل برضو بخاطر البناء يعني مش وعلها تجوز كده بلاش يعني قال امعك شيء تصدقها اياه قال اجل اه معايا طبعا معايا الازار بتاعي هل فهم ازاي فقال له لو اعطيتها ازارك جلست لا ازارك هتو عدريان يعني التمس شيئا اخر رح يدور ورجع قال له ما وجدت شيئا انه ما عايز يجوزه هو راجل ما طلبش يجوز اصلا اللي لانه يعني محتاج يجوز فقال التمس ولو خاتما من حديد مش معقولة يعني في اقل من حديد يعني يعني كده يعني فهم ازاي فرح يدور فرجع قال والذي بعثك بالحق ما وجدته خاتما من حديد طب يعني بالله عليك لو انت ما كان النبي علي السلام واحد بيقولك انا مش لقي خاتم حديد طب بعد كده هيكل اي صفيح طب يعني يعني الجوازه مينفعش خالص مرة فكان اللي قوله ايه يعني في الوقت ده لو انت ما كانه تقوله لو معوش ما يلزموش بقى خلاص بقى يعني مش معقولة خاتم من حديد ما انتش لقيه يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم امعك شيء من الكرآن الحديث كما قلت لوال بخاري قال اجل معي صورة كذا وكذا خبالك من صور يسميها وده دليل على ان الصحابة ده ما كانش خاتم من الكرآن وإلا ما كانش معقولها يعدي له ال 114 صورة فقال معي صورة كذا وكذا فقال له نهر الرحمة وينبع الحنان صلى الله عليه وآله وسلم قال قد زوجتكها بما معك من الكرآن وفي رواية قد زوجتكها على ان تحفظها ما معك من الكرآن يبا هو ده كان المهر بتاع عظيم المرأة كان مهرها الكرآن يا أظهر نفسنا نسمع عن النماذج الجميلة نفسي كده أختي تتصى تقول والله أنا موفق يكون مهر الكرآن واحدة تتقول والله أنا موفق أن يكون مهر الإسلام ستنا تشوف النماذج الحلوة دي الجميلة اللي كتموضة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فأمه السلام قالت لأبو طالحة إنك مرأة كافر ومرأة المسلمة فإن إسلام تفذاك مهري ولا أريده شيئا سوا فهو ظن في الأول نبتحك عليه فرح غايب شرح راجع قال لها طيب أدو ضعف الفلوسات مثلا دفع عشرين ألف أدر بين ألف قالت والله ما أردت هذا ولكنك مرأة المسلمة فإن أسلمت فذاك والله مهري ولا أريده شيئا سوا فحسن هو أمام المرأة طبعا لا يمكن حد يفرض فيها فقال ومن لي بالإسلام يعني أسلم الزي قالت تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم فدخل أبو طالحة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أول ما شافه النبي صلى الله عليه وسلم شوف الفراسة بقيلة عند النبي صلى الله عليه وسلم أول ما شافه قال هذا أبو طالحة جاءكم غرة الإسلام في جبيني فدخل أبو طالحة فأسلم يقول الراوي فكان مهروها الإسلام فما أعلم مرأة كانت أعظم مهرا من أم سليم كان مهروها الإسلام أم سليم مثل عظيم جدا للصبر والأدب والتواضع واللين والرحمة كان نمع السلام كما عند مسلم كان أحيانا كان يقيل عند أم سليم يقولش نمع عندها قيلولا قبالة فواحدة من نساءت لها يا أم سليم يا أرنبي صلى الله عليه وسلم يقوله عندك الآن ورحت جار يا أم سليم ورحت أخرجت يعني كده زجاجة عطر غالية جدا نفيسة عندها ورحت مطلعها فالنمع السلام لما كان بنامج كان يعرق عرقا شديدا من جبينه وكان عرقه أطيب من ريح المسك وأضوأ وأجمل من اللؤلؤ صلى الله عليه وسلم حتى قال أبو هريرة لقد نظرت إلى جبينه النبي صلى الله عليه وسلم وكأن الشمس تجري في جبينه صلى الله عليه وسلم فكانت تاخد من عرق النبي صلى الله عليه وسلم وتحطه في زجاجة العطر والحديث روى مسلم فاستيقض النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك قال ماذا تصنعين يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله هذا طيبنا يعني ده العطر بتاعنا نطيبه بعرقك يا رسول الله وهو من أطيب الطيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتي وفي رواية أصبتي أظن الوقت جاري بيدا ويحتاج نختم دلوقتي لكن هنكمل أم سليم إن شاء الله في الحلقة غدا إن شاء الله ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما ويغنمنا وإياكم ليلة القدر والعطق من النيران والفوز بالفردوس الأعلى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنه